موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين الفرفاري من اللوك الملقب عبد المالك رئيس جمعية الصفول ذوي الاحتياجات الخاصة ورئيس جمعية الوحدة الاجتماعية نشكر فاس نيوز على التواصل الدائم والمستمر ومن هذا المنبر نريد أن نقدم واحد الموضوع وهو كبير وعريض لا يمكننا أن نتبع رخصنا أيامات كثيرة نريد أن نترك هذا الموضوع بواحد الموجز يعني يتعلق بالمناوئين والمغردين والخصوم ضد الشعب المغربي وضد المملكة المغربية بصفة عامة كنا نزدوا بشدة وكنا نسجبوا الخروقات التي تم بالمنطقة القرقارات من طرف الحركة الانفصالية حركة البوليزاريو يعني نسميها بين قوصين حركة يعني ملقطين بدل المفؤوم العامية المغاربة لأن حركة الولاد الحرام يعني ماشيين أصلين يعني من طرف النظام ما نقولش الحكومة ولكن من النظام الاستبداد الجزائري لله يهديهم ما بغوش يتفهموا الوضع دي المملكة المغربية للمملكة المغربية الحمد لله عبر التاريخ كانت عندها واحد الفضل باش للجزائر ربحات الاستقلال ديالها بالفضل ديال المغرب وهنا كان نشيل واحد النقطة أخرى يعني وكان نوجه واحد الرسالة سيدنا لله ينصروا يزيدنا في عمره ويطورنا في عمره ويخليهنا باركة للشعب المغربي كامل احنا جنود مجندين وراء صاحب الجلالة كما كذلك كان واحد المعلومة اللي هي صحيحة كانت تنتظر إشارة وحدة من سيدنا لله ينصروا يعني كان في الشعب المغربي مية وخمسين آلف شاب وشابة بغين يطوعوا ويمشي ويساهموا في المعركة اللي هي معركة مصيرية واللي عندنا بالنسبة للمملكة المغربية كخط أحمر ما كانش اللي غايتجاوزوا باش يشكلوا لنا واحد العرقالة وخاصة في العرقالة ديال الحركة التجارية الدولية دوك الناس الجزائر بنت على الحقيقة دياله أو النظام الاستبداد الجزائري بنت على الحقيقة دياله وبنت على يعني كيعيش وحد الارتباك لأنه يلجينا نحللوها من وحد المنظور سياسي اجتماعي اقتصادي الجزائر دولة كنا بغي نسميها بالدولة أو أو بالنظام النظام المعوق ما احتراماتي لدوي الاحتياجات الخاصة شنو وضع النظام المعوق يعني بحال هم النظام الاستبداده بحال هم بحال ذاك الرئيس السابق ديالهم بوطفلقة النظام نظام معوق لأنه دائما كتخلق غير المشاكل ودائما يعني المشاكل الجماعية والاقتصادية والأخلاقية ديالها الداخل في العمق الجزائر كتخويها في جهات اخرين فعوطما انها تصلح بلادها وتوفر للشعب ديالهم المسكن والمدارس والضو والماء والطرق يتنظروا هات chapter 2 يتنظروا جائسية للمناطق النائية سانتنظروا في وبد الكلام لأن هذا النظام الاستبداده الجزائري قبلها طورة الجزائر والظاه 1400 سنظاهر الفضائح في ال perminta نصدر داعاج الدور suggested يناشدوا باش يخدموا البلاد يعني قبروهم في السجون والناس اللي كلاو وانهبوا البلاد وانهبوا الطروات ديال الدولة الجزائرية يعني داروهم غيكة واجهة وداروهم هاي عشرين عام دل حبسها خمسة وعشرين ها خمستاش يعني غيباش الناس تطمأن وليل هذا بك ينشوفوا لكل مسؤولين اللي كانوا تقبطوا كام من الكبار اللصاص والمافيات دل الجزائر الناس اللي يخرج وكل اللي تحكم خمسة وعشرين عامر الدول والعامين وعام يعني المشاكل ديال الاستبداد او النظام الاستبداد الجزائري كيفرغوا على الجيران دياله كنقول لهم من هاد المنطلق كجمعاوي وكغيرة على بلادي وكغيرة على المالك ديالي وكغيرة على الشعار اللي غيبقى الشعار لخالد ديالنا الله الوطن المالك انه ما غتقدوش على المغريب المغريب بلاد تسامح المغريب بلاد الاصلاح المغريب بلاد تعايش المغريب اللي عنده الفكر ديال التشاركية المغريب اللي عنده المزيج ديال يعني عنده ايمان راصخ بالاديان عنده الحمد لله المملكة المغربية عندنا هنا كيتواجدوا جميع الاجناس من افريقيا من اسيا من اوروبا اللي كي يجيوا للمغرب وكيدرسوا العلم وكيدرسوا الاسلام الشريعة الاسلامية الحمد لله وهذا واحد الفضل ديالله تعالى والحكمة ديالسيدنا الله ينصروا كان قولوا النظام السبدادي الجزائري حل مشاكيلك في بلادك حل مشاكيلك مع اشعبك حل مشاكيلك يعني مع المافيات ديالولك ما تديرش وتغرد وحدين خلين واحد الحفنة واحد الكمشا ديال المتعفنين من المرتزقة اللي احنا كنحسبوهم كنقولهم بالعامية ولاد الحرام بين قوصين يعني ما مأصلينش اما الناس سحراوي المغاربة الناس الشرفاء حارصين على السحراء المغربية وقالفين في بلادهم وما زان شاء الله الشعب المغربي والمملكة المغربية وعلى الرئيس دياله المالك اللي ينصروا محمد السادس راه ما زال غا ندافعون دافعون دافعون إلى آخر الرمق على من؟ على الصحراء المغربية وعلى الناس اللي عدنا محتجزين في فتندوف في الأراضي الجزائرية ما زال المغرب كي ينادي الأمم المتحيدة بالإحصاء ديال دوك الناس المحتجزين هاد الناس المرتزقة ولا الجزائر النظام الاستبدادي الجزائري فاشوفوا لأمم المتحدة ومجلس الأمن أنه غادي في الطريق دياله الصحيح وأنه كي يعتار بالصحراء المغربية اللي غادي تكون كحكم داتي ما باغينش هاد الناس كيديروا العرقالة والشوشرة وكيديروا 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 جميع الوسائل باش ينوضوا بالبالة والفتنة وكي نقول عن النظام الاستبدادي الجزائري كنظام الاستبدادي هاد الناس في فتندوف كي يجمعنا ثم يجمعنا المتطرفين والإرهاب هاد الناس ثم يجمعنا المتطرفين والإرهاب كي يجمعنا الدولي على علم وعلى فكرة المغرب عنده خطوط حمراء لا تنازل عليها خط حمر لا يمكن لهم 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 وكي نحن تخلق النشوشرة في البلاد الصحراء المغربية الحمد لله احنا متشبتين بالمالك دينا متشبتين بأرضنا متشبتين بالوطن دينا متشبتين بالله تعالى احنا غادين مع الشرعية الدولية واللي ينتقات به الأمم المتحدة هو اللي كيمشي واحنا مع القانون الدولي الحمد لله المغرب معروف عليه بالنزاهة دياله معروف عليه بالحريات دياله معروف عليه الحمد لله بجمعيات المجتمع المدني دياله المغرب الحمد لله كي يلقن الدروس المغرب أعطى النموذج الحي أعطى الميت الكبير في محاربة الإرهاب والتطرف المغرب بلد السلام المغرب بلد تعايش المغرب بلد يعني قاع اللي ضقت به شي بلد وجه المغرب كرحبوه به المغرب المضياف المغرب يعني المغرب بلد الكارم بلد الجود المغرب ما عندوش أطمع في دول أخرى المغرب حارس على بلاده وغير بقى في بلاده وإحنا الله الوطن الملك وش يعرضي أنه وكان قوله النظام الاستبدادي الجزائري إحنا كي صحبنا كان نظام كان مثلوها فوحة الكرمة وفيها صحبنا كرمة وفيها الكرموس يعني بين قوسين ساعة كرمة وفيها الناموس وكان ختم كلامي بالسلام والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسالين والله ينصر سيدنا والله ينصر الحق والله متعالي طول نفع عمر سيدنا والله ينصر محمد السادس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة